انا قدمت على الكاشف بيائي لخمسة جنيه طول فترة الشغل والدي الله يرحمه كانت وفى وانا عندي عشر سنين والديتي هي اللي شالت الحمد كله لقربيتنا احنا الستة وكانت وسيطة الله يرحمها اللي احنا لما نقابل حد من العينين وحالته على قده ان احنا نتجاوز على الكاشف يعني ما نبقاش نطلب منه فلوس طالما ان حالته مش متيسرة هي موثقنيش ان الكاشف يبقى كذا او ان انا احدده او ان انا لكن قليت لي راعي دايما ان انت تتعامل مع الناس ببساطة بحيث ان يبقى في نوع من التيسير على الناس المرضى كلهم بكل اصنافهم من اي طبقة او من اي بيئة او من اي مكان ينجهم انا زودت بخمسة جنيه الى عشرة جنيه من شهر فات من اول شهر سبعة علشان كان من اول سبعة زاد علينا قيمة النور والمية والتأمينات والدرائب والدرائب الأقارية انا فيلي خب اهل لي خب اخواتي خب الناس اللي انا بتعمل معاهم كل الناس الوقتي الدواء بالنسبة لها بقى يمثل قيمة اقتصادية كبيرة جدا لازم يكون لنا دعوة اللي احنا نتراحم نتساهل نيسر مع بعض رزق مش كل فلوس الرزق في حاجات تانية كتير جدا غير فلوس الحب اللي موجود ده هو قناعة رزق